السلام عليكم. السلام عليكم. النهاردة هنتكلم على تقسيم الملف في البيم. ليه انا ممكن احتاج ان انا اقسم الملف? غالبا لما يكون مشروع كبير. انا عند مشروع كبير فانا مضطر ان انا اقسم الملف. لو انا عند المشروع في كذا مبنى يبقى كل مبنى احاول اخليه في ملف الواحده. بمعنى لو انا مثلا واحد عنده احطة ارضه وعايز يخليها مثلا بيت العيلة وحتى مجلة الديوف وحتى اللبن في المستقبل وحتى عايز يخليها مثلا فورن بحيس يعمل عيش وكده. طيب الافضل ان انا اعمل كل واحد فيهم في مبنى الواحده واربطهم كلهم مع بعض في ملف يجمعهم. بحيس بعد كده اشوف مثلا اماكنهم هاتب عاملة ازاي. والحاجات دي كلها. بس الاصل ان انا حاول اخفف على نفسي. فخلي كل مبنى الواحده. طيب لو انا عندي المبنى كبير. ابدأ بص المبنى الكبير بمعنى ايه? ممكن يكون مثلا بورك. تمام? فلو ينفع ان انا اقسم عدد ادوار محددة. يعني ممكن اقول ايه? اه الدوار بتاعت البيزمنت دي في ملف. طبعا احنا المعمال الواحده والانشايل الواحده وقهر امكانك الواحده. وهو ممكن اقسم اخلى مثلا التكييف لوحده والتهوية الوحديها الوطر لوحديها والدرين لوحديها والفاير لوحديها تمام? بس التكييف مثلا لا يتطقيل فهي اقول بقى اقسمه حسب ايه? حسب الزونات ممكن احدد عدد زونات معينة مثلا اقسمه على مرتين احدد مثلا الزونات الموجودة في المنطقة مثلا من اول البيزمنت الحادة مثلا الدور الخامس يكون في المنطقة مثلا دي في سيرفز او في دور معين خلاص دول هيبقى الواحده وببقية الادوار هتبقى الواحده الارتكشور ممكن اقسمهم مجموعة فلور لوحديهم الاستراكشور ممكن لو ما ينفعش اقسمهم بنفس تقسيمة الارتكشور بقسمهم مثلا يكون في مثلا تقسيمه خاصه بالجوين بتاعتهم او باستيكاشن بتاعتهم او لسبيلت يعني فيه حته ممعينه كده احنا شغالين بالنظام معين والحتي التاني شغالين بالنظام تاني اروح فاصلهم عن بعض ابدأ اشوف ايه الحاجه اللي انا لو فصلت ميتفتعش يعني مثلا مجيش على حته يكون فيها حيطه بروح اسم الحته دي نصها هنا ونصها هنا لا احاول اشوف حاجه كده يكون معينه او مميزه او فيها فكرة ابدأ اقسمها تمام برضو القهرابة ابدأ اشوف اه المنطقة دي مغزية من نفس الدار بتاعت القهرابة خلاص شوف ايه اللي ممكن اسامه بالنص بحيث مثلا يبقى فيه خمسين هنا وخمسين هنا تبقى العملية منظمة ممكن ابدأ اقول ايه طب انا عندي فيها جزء معين فيه عنصر واحد عنصر واحد تيل جدا يعني انا فاكرة انا كنت شغال في مبنى وكان الوجهة فيها شوية اشكال وبتاع فالوجهة تقيلة يعني الحيطة الخارجية الوحديها هي حيطة واحدة خارجية تيلة جدا يعني فيها فتحات وفيها منظر وفيها شوية شغل كتير اوي فعملنا ايه فصلنا الوحدي وصحة بعدكها صحبنا لينك لو انا شغال على الحاجة اللي جوا بروح شايلها لو انا عايز اعمل رندر وعايز شوف بقى الشكل كله بروح ايه اعمل لها رولود وابدأ الشغل عليها فالواحد لازم يكون عنده تفكير الاول قبل ما يبدأ ينفذ وابدأ شوف داين فيتعمل ازاي وما تعملش ازاي مش بعد ما الشغل وفي نص الشغل الاقي الحاجات بقى التقيلة فاضطر بقى ان انا اقسم فاضيع وقت ووقت خلاص ارى ان على التسليم او كده فلا فمن الاول بابدأ اشوف المبنى حجمه ازاي طب مسلا ممكن يكون بش بورج ممكن يكون مسلا مول كبير فبابدأ اسمه الزونات يعني اكد شغال في موله في قطر فاسمنا 20 ملف لان هو كان حجمه كبير فكل زونا مسلا في ملف سواء معماري او انشاءه وكهر ومكان نيكل وكل زونا كان لها الخصاص بتاعتها وليها التأسيمة بتاعتها تمام اتمنى يكون الموضوع سهل وبسيط وجواب على اسئلة الجات